في الفيديو ده جدت لكم أخطاء غبية جداً في كرتون سبونش بوب متأكد انكم ملاحظتوهاش قبل كده بس الاول اشترك في القناة عشان نوصل لعشرين الف مشترك في أسرع وقت ممكن ويلا نبدأ الفيديو وفي حلقة باسم الطباخ الأصلي بيظهر فيها الطباخ الأصلي اللي كان شغال في مطعم سلطع بيرجر قبل سبونش بوب وبنرجع بالزمن وبنشوف فلاش باك لشكل الطباخ زمان وبنشوف صورة لي لما فاز بموظف الشهر في الماضي ولكنه شكله في الصورة كان كبير جداً زي شكله في الحاضر والمفروض كانوا يحطوا صورته وهو صغير مش وهو كبير زي دلوقتي وأكتر حاجة غريبة أكيد كلنا لاحظناها هي الإيد اللي كانت بتظهر في كرتون سبونش بوب يا ترى مين هو صاحب الإيد دي صاحب الإيد دي ظهر في حلقة تنظيف الحمام وظهر في الحلقة اللي اتغير فيها بيت سبونش بوب لأشكال كتيرة وكمان ظهر كطبيب في واحدة من الحلقات بس مين هو الشخص ده الشخص ده اسمه باتريك اللي بيظهر في المقدمة وبيقول جاهزونا يا أطرال وهو صاحب الإيد اللي بتظهر في الحلقات الخطأ الثاني هو مش خطأ ولكنه شيء جريب بيحصل في قاع الهامور طول الوقت وهو إن الحجارة حية زي باقي الشخصيات في حلقة توصيل البتزا بنشوف سبونش بوب بيقود حجر وبنشوف حجر تاني في سباقي الحلزونات من ضمن المتسابئين حلقة بعنوان شخص ما مع ساندي في المطبخ حصل خطأ غريب جدا ساندي داخلت تستحمى وخلعت الفرو بتاعها فشامشون بيسرق فروها وبيروح لمكرمشات سلطع فساندي بتجري عليها نفس شوارع قاع الهامور عشان تلحق شامشون اللي سرق فروها الخطأ في الحلقة دي إن ساندي كانت ممكن تطلع بالبدلة بتاعتها اللي دايما بتلبسها وبتكون مغطية جسمها كله بدل ما تطلع بدون ملابس كده أغرب شخصية في كارتون سبونج بوب هي شخصية العام جينكيز لأنه ظهر بأكتر من شكل على مدار الحلقات تفتكروا هل ده خطأ ولا بالفعل كلهم العجوز جينكيز اكتبوا لي في التعليقات خطأ الثالث من حلقة شفيق الشبح العنيد لما فكر سبونج بوب وبسيط إن شفيق مات وإن شبحه رجع عشان ينتقم منهم وبدأوا يخدموه الحلقة حصل فيها غلطتين في بيت سبونج بوب شوفوا معي بيت سبونج بوب الطبيعي إنه ليه شباكين ولكن بنشوف في الحلقة دي إن ليه تلت شبابيك ودي أول غلطة في الحلقة تاني غلطة وهي إننا بنشوف بيت سبونج بوب اختفى تماما من المشهد في حلقة فترة منتصف العمر لما مستر سلطع وزبونج بوب وبسيط دخلوا بيت السيدة العجوزة وحاولوا يسرقوا منابسها الداخلية ولكنها بتصحى من النوم وبتكتشف وجودهم وبنتفاجئ كلنا إنها والدة مستر سلطع المهم بيحصل خطأ هنا ركزوا على كوبعة والدة مستر سلطع في اللقطة اللي بعدها الكوبعة اختفت من عليها الحلقة دي بالمناسبة اتمنعت من العرض من وقت قريب في بلاد كتير حولين العالم في الحلقة دي بيظهر أمر غريب لونه أخضر بيحول كل الشخصيات لحيوانات برية مع عادة ساندي وفي النهاية بترجع كل الحيوانات لطبيعتها إن ساندي بتتحول لسنجاب بر حقي ولكن الخطأ في المشهد ده هو إن ساندي تحولت لسنجاب داخل البدلة ولكن دلها فضل مكانه زي ما هو برى البدلة ركزوا على الشخصية اللي في الخلفية دي بتظهر بدون ملابس لكن بعد تغيير المشهد بيظهر لابس كل الهدوم بشكل طبيعي ومن حلقة بنطال الطبيعة بنشوف سبونش بوب بيتخلى عن حياته في المدينة وبيعيش في الطبيعة ووسط أنديل البحر ولكن من أول لسعة من مجسات الأناديل بيرجع للحياة المتحدرة من تاني في بداية الحلقة بنشوفه وهو بيجاهز سلطع برجر بس لو ركزت في المشهد ده هتلاحظ حاجة غريبة جدا أيوة الشوايا في مكان مختلف تماما كلنا عارفين إن الشوايا دايما بتكون تحت النافذة اللي عند شفيق ولكن هنا كانت في الاتجاه التاني من المطبخ وفي حلقة جنون الشيكولاتة ظهرت الشخصية دي وكان بيدعينه مريض وما بيقدرش يتحرك لكن في الحقيقة هو شخص نصاب لأنه بقى لس بونش بوب وبسيط الشيكولاتة بسعر غالي جدا وهم وافقوا لأنهم افتقروا مريض فعلا فصعب عليهم ولكن لو ركزنا هنتأكدوا إنه صاب محترف لأنه لما ظهروا سبونش بوب وبسيط في بيته هنلاقي صور لي وهو على كرسي متحرك وصور لجسمه تانية بيحاول يظهر فيها مرضه عشان يصعب على الناس لكن في الحقيقة هو مش مريض وكان بيعمل كده عشان يكسب عطفه وثقة بسيط وسبونش بوب وينسب عليهم في حلقة وقت النوم بنشوف سبونش بوب بيدخل في أحلام كل الشخصيات وبيزعجهم لغاية ما بتشوف كل الشخصيات بيروحوا عنده في البيت وبيصحوا من النوم لأنه بيزعجهم في أحلامهم إن خطأ الغريب هنا إن لقلق أسلعاء يا إما هي بتلبس بروكة يا إما هو خطأ من صناع المسلسل ومن حلقة يوم شفيق شفيق كان بيجري عريان في الشارع وبعدين حصل الموقف ده ضع بعض الملابس ضع بعض الملابس بس ثانية واحدة يعني هو ابنها اللي لبس حاجة أصلا هي حرفيا ملبسة ابنها بوكسر أزرق بس ولو ما أخدتوش بلكو أصلا شفيق ما بيلبسش هدوم من أول الكارتون هو بس بيلبس قمي سبوني من فوق وفي حلقة القبعة الندرة لما مستر سلطع حاول يسرق القبعة من سبونج بوب لأنه عرف إنها بتساوي ملايين الخطأ الثاني لما مستر سلطع رسم شباح على الورقة عشان يخوف سبونج بوب ركزوا على الشباك هتلاقوا في الدور الأول مع إنه هرفة نوم سبونج بوب في الدور الثاني ولما بيبعد مستر سلطع عن البيت بنلاحظ الشباك رجع مكانه في الدور الثاني في حلقة الحبر الرائع بنشوف شفيق رايح يشتري حاجات من السوبر ماركت وبنلاحظ شارع والجانب الثاني منه بيكون فيه بيوت لكن بعد ما بيخرج شفيق بيتغير مكان البيوت تماما وبتبقى جنب المحل ولزق فيه أكيد معظمكم أخدش بالو من الغلطة دي في حلقة بعنوان بنات أخت ساندي بنشوف في الحلقة دي بنات أخت ساندي المشاغبات بيزوروها في بيتها الزجاجي ولكنهم بيعملوا شغب وفوضى في كل مكان فبتكرر ساندي تحطوهم في غواصة وتتخلص منهم وبتخرج الغواصة من خلال البيت الزجاجي بتاحها الخطأ هنا إزاي الغواصة قدرت تطير داخل بيت ساندي اللي ما فيهوش نقطة مية والخطأ الثاني إن الغواصة خرجت من خلال فتحة في البيت الزجاجي بدون ما يدخل أي مية في الفتحة ويجرق بيت ساندي في حلقة مفتش الصحة لما كان سبونج بوب بيجور الجسة وبياخدها وراء سلطة عبرجور بنشوف اللافتة عاليمين مع إنها دايماً بتكون على الشمال ده غير إنها لونها كان مختلف في حلقة قاعة المحيط بنشوف سبونج بوب مش لاقي محفظته ومش معه فلوس يدفع لسائق الحافلة بس بعديها بثواني بنشوفه بيشتري شوكولاتة وفي حلقة المحارة السحرية بنشوف شفيق وهو ماسك المحارة في إيده كنت نحللها يعني بصوا الصورة دي مثلاً بتفكرني بالمشهد ده بس الصورة دي غريبة جداً ما علينا أما دي من حلقة شفيق الوسيم أما الصورة دي من حلقة قديمة بس اللي حصل فيها العكس تماماً وفي حلقة سبونج بوب الشجاع بتحصل غلطة غريبة سبونج بوب كان ماشي في الشارع فبيطلع شخص ضخم وبيعجم عليه لكن سبونج بوب بيقدر يدعف عن نفسه ويدربه والشخص ده جيري وهو بيعيط لكن الخطأ في المشهد ده هو أن الكبعة بتاعت سبونج بوب ظهرت في المشهد وهو أصلاً ما كانش لابسها من الأول ده غير كمان أنها ما كانش عليها الشعار بتاع سلطع بيرجر وفي المشهد ده بيتم القبض على مدام نفيخة بسبب سبونج بوب ابكزوا على الكلبشات هتلاقوها أنها تقدر تطلع أيديها منهم بكل سهولة وفي المشهد اللي بعده وفي الحلقة دي كان فيه سيدة عجوزة غريبة ومرحبة جداً اسمها آيس فاش بتلعن مستر سلطع ولكن في البداية مستر سلطع بيستهزق بيها وبيفتكر أنها مجنونة ولكن في نهاية الحلقة بيروح لها مستر سلطع وسبونج بوب وبيتوسن ليها عشان تشيل اللعنة وبعدما شالت اللعنة بيترجع الأمور لطبيعتها ولكن بدون أي مقدمات بينفجر صعبان ضخم داخل مكرمشات سلطع وبيخرج من السقف فبيغرب وبيخرج كل الزباين من مطعم سلطع بيرجور ركزوا هنا هتلاقي واحد من العملاء دول اختفى تماماً وهو بيجري رفني أكتر خطأ غابي شفتم من وجهة نظرك